السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاكوا شباب يا رب تكونوا في افضل حال دايما. النهاردة هنشرح البديل التاني لبروبلر ادز تمام? لا وهو شركة اون كليك. شركة اون كليك هي شركة لسه جديدة في السوق يا جماعة واخدة لوجو بتاع الشركة. فاللي احنا شرحناه على كليك دي لها باختصار شديد جدا هو هو اللي احنا هنشرحه على اول حاجة يا جماعة لما بتفتح الحساب بتفتحه عادي جدا التسجيل فيها عادي جدا هنشرحه سريعا. هسيب لك رابط تسجيل اسفل فيديو او انت ابحث على اون كليك في جوجل واختار اول رابط ليها. البرسونال اه هنا بتعلم عليه. بتيجي هنا تكتب اسمك وهنا الايميل بتاعك وهنا الباسورد. هنا بتعيد الباسورد. وهنا لو انت عندك سكاي بي ماشي ما عندكش بتختار التليجرام او الواتساب وبتيجي تقف على اي شاشة. على اي مكان كده في الشاشة وبتعلم. وبترجع بتحذف بتيجي هنا تعزفها. وبتسيب بس الواتساب نمبر وبتكتب رقم تليفونك وهنا بتعيد رقم تليفونك وهنا ايام نقط روبوت وتدوس على طول بتجي لك رسالة تفعيل على الجيميل بتفعل وبترجع تاني تعمل بيزهر لك اللوجو بالشكل ده او بتاع الموقع بالشكل ده. اول حاجة يا جماعة بتعملها بتيجي على تضغط عليها كده بيقول لك اول حاجة لازم تعمل في لازم اللي انت هتصوره يكون على مكتوب اسمك فده بيطلع من اي بنك يا جماعة بنك اسكندرية بنك مصر بنك القاهرة لو ما عندكش اللافيزا زي الله او سوبر او او الكلام اللي هو الفياز اللي هي مسبوكة الدفع ومش معاك ما يثبت ان الكارت ده اه باسمك بتروح على الجهة اللي انت مطلع منها الكارت بتقول له انا عايز افادة بس ان انا امتلك الكارت بيدي لك افادة مكتوبة ومخطوبة من انت بتمتلك الكارت وبتيجي على كده يعني انا مفعل انا عشان مفعل يا جماعة اه خلاص مش هيطلب مني تفعيل انا كده تمام في فعلت ازاي كتبت الجملة دي في ورقة تمام ومسكتها بايد والايد التانية مسكة الباسبور تمام وخليت حد صورني وانا مسكهم كده تمام وفتحهم بياناتهم بينا وعملت ابلود للصفحة تمام وبعد كده قال لي كونتينيو وبعد كده بيقول لي ام لا صور الباسبور بتاعك فبصور الباسبور وبارفعه وبقول له كونتينيو وبعد كده بختار الكارت بتاعي بصور بس باي يعني بعلم على ارقام بتاعتي باي حاجة كده بالفوتوشوب او باي برنامج اديتينج واخلي بس الاربع ارقام هما اللي زهرين من اخر الكارت وبدوس كونتينيو هنا كده الفاينال ابلود الفاينال ابلود انا نسيت اصلا اشرحه في موقع كليك دي لها فهشرحه لكم على موقع اون كليك عبارة عن ملف صغير كده بتعمله داونلود الملف ده بيكون فيه زي اتفاقية كده ما بينك وما بين الموقع تمام بتكتب اسمك فيها هي دي الاتفاقية يا شباب بتبقى زي ايه اتفاقية ما بينك وما بين الموقع هنا كده ما بتلعبش في اي حاجة بتكتب بس هنا بيدي لك نجوم كده بتيجي تكتب اسمك وهنا بتكتب اه انت اخترت ان هي تبع كريدت كارت لو كريدت كارت بتحط له ارقام الكريدت كارت هنا لو هي مش كريدت كارت بتسيب له بتغير بتقوله انا عايز مسلا هدفع مسلا بالبيتكوين او بمحفظة او با اي عملة انت عايز او وسيلة دفع انت بتتعامل معها بس هي دي اسهل حاجة للتفعيل وهنا بتكتب ارقام وتحت وتحتيها وتحت هي بتكتب التاريخ بتاعها وبعد كده بتعلم على الاسم تاني اللي مكتوب بتاعك وبعد كده ايام بتقوله اي سيد نعيم بتقوله كده اي جريم موافع يعني ان هيتخس المرصيد من الكارد بتاعي اثناء ما انا بحاش حين كده بتحط له هنا بتعيد له الكارد تاني وتحت خالص يا جماعة بتكتب اسمك والتاريخ بتاعك وبعد كده باي حاجة زي دي بتبحث عليها في البحث بالحروف بتاعتها كده بتزهرلك بتيجي على المقص دي كده بتروح واخد الكلام ده كده كله كده وبتيجي على الفايل بتدوه سيف وبتحفظه عندك على الديسك توب عادي جدا وبترجع تاني للموقع وترفعه له في الخانة اللي هي الاي او وبتدوه السين بندنج بتيجي هنا تاني بتختار كده طبط بتاع البروفايل بتاعك هنا بقول لك بيقعد اربعة وعشرين ساعة بالزبط كتير وخلص تمانية واربعين ساعة وبعد كده بقول لك في تمام وبكده انت كده اكتفت ايه الاكاونت بتاعك تقدر تشحن عليه تقدر تشتغل عليه بدون اي حاجة الجميل في الموقع ده شباب ان هو بتاعه اقل حاجة اه تلاتين دولار الكريدت كارد والواير والبيتكوين كابليست كابليست يوز دي تي والبيريفيكت ماني كله شغال دي وسائل دفع وفي الكوين باز طبعا بيه بجميع العملات اللي هي بتدعم الكوين باز وبعد كده بتدوس على الكريدت كارد تمام هنا بقول لك الامونت بتاعك بالمناسبة فيه كود خصم انا جابه لكم تمام بس ده اللي عايز يشحن مثلا فوق المتين دولار البرومو كود بتاعه فريق وبيدوس على السهم ده كده اه تمام برومو بونس خمسين تمام زي الفل هو كده شغال بس احنا مفروض نكتب الحروف بتاعته وبعد كده بندوس كده نشوفه شغال ولا لا اه خلاص بونس برومو بونس خمسين تمام ولكن ده اللي عايز يشحن متين مفيش متين والامكانية على بتكتب تلاتين دولار عادي جدا وهنا بقول لك البونس ده ساري لو انت هتشحن بمتين دولار هتقول له خلاص مش عايز البونس وبتدوس وهنا مفروض ان هو بتدخل الكارت بتاعك وتقول له اشحن بالكارت بتاعي اه هنا كده بيقول لك الايميل بتاعك مفروض بتعمل اول ما بتدخل الايميل بتاعك بيبعت لك رسالة على الموبايل الرسالة دي احيانا بتتأخر فبتكلم الدعم عشان يحلوا المشكلة تمام وبعد كده بيمشي الموضوع عادي جدا وانا اه يعني لسه انا للصراحة ما جربتش الموقع لان الشركة جديدة فطبعا الناس كتير بعايزة شركات بتدفع اقل من خمسين دولار فالشركة دي يا جماعة بس الشركة دي يا شباب نسخة من غالية شوية ولكن الجودة بتاعة الزيارات كويسة وهتفرق في العائد معاكو في ادستير او اهات كاش او اي شركة انت شغال عليها ناشر هتفرق في العائد معاكو انا على طول يعني هدخل في اعدادات الحاملة على طول اول حاجة هنيجي على خانة تمام عشان نضيف ادز جديدة او اعلان جديد وبعد كده بقول له هنا كده بقول لك حط لي خانة بتاعك انت عايز تختار ايه انا شغال على فطبعا ما ما بغيرش بسيبه وهنا طبعا بكتب تيرا وباجي هنا حط الرابط بتاع الاعلان بتاعي ولكن انا ما باخدش الرابط مباشر كده من ادستيرا بحطه في بيمو بالاول تمام في خانة ولكن انا بسيب في خانة ده رابط يوتيوب يعني انا هجيب له رابط اي حاجة في اليوتيوب الاول بتيجي هنا على خانة بتحط له رابط يوتيوب او موقع او مدونة العاب اي حاجة وبتدوه وبتيجي على بتاع الحملة من تاخد الرابط ترجع تاني طل الرابط هنا كده وبتدوه خلاص كده قال لك تمام هنا كده قال لك والآد نفس الكلام هيقعد خمس دهائيه لعشر دهائيه وبعد كده هيقول لك نرجع تاني بقى على نفسها نضغط على تمام وبعد كده هيدين اختيارين من هنا او ممكن تختصر وتدوس من هنا الدي هي دي مش هتفرق هتضغط على اول حاجة بيقول لك هنا اختار ولا الاعلان بتاعك عبارة عن ايه هنا البوب اندر البانر البوش نوتوفكيشن الفيديو كل حاجة بمعاساتها موجودة ولكن انا بختار البوب اندر او لو انت واقف على الاول بتعلم برضو البوب اندر من هنا تمام بتنزل تحت شوية الحملة دي لشركة الدستيرا فبكتب اسم الشركة مجازا الحملة دي عبارة عن سي بي اي جول ولا سي بي اي ولا سي بي ام انا بختار سي بي ام فانزل تحت شوية بيقول لي انت عايز البرايس بقى انت يعني عايز تدفع كامل للحملة دي بالمناسبة هو مختصق يعني بالمناسبة يا شباب هو مكترح عليك البرايس لكل هلف دولار طبعا مفيش الكلام ده هنزبط كل ده دلوقتي بتنزل تحت شوية بقول لك عايز اول ولا حاجة عالية بس زي ما انت عايز مفيش مشكلة ولكن بفضل اول بنزل تحت شوية كده بقول لك باجي على السهم ده واقول له اختار لي الاعلان اللي انا لسه ضيفه في خانة اللي هو تمام لو انا نسيت اعمل الاعلان ودخلت في اعدادات الحملة مفيش مشكلة خالص بتقول له وبتنزل تحت اكتب هنا كده اسم الحملة وتحط رابط الحملة وبتدو ولكن انا هكنزل لاني ضيف كده كده اعلان واخترته كمان اهو تمام اهم حاجة بقى عشان شغلك يبقى حلال وشغلك كويس نظيف دي ما تعلمش على خانة الاضل دي خلص سبها مقفولة بتيجي على دي دي وبتعلم عليها تمام وهنا كده لو انت عايز تختار بعينه تمام زي مسلا الترفيه بتعلم على كده اللي انت عاوزه اللي اعلانات بتاعتك تظهر عنده لو انت عايز تستهدف اكتر طيب انت مش عايز تستهدف اكتر بتعلم على الكل كده وبعد كده بتدوس ممكن ما تدوس تطلع فوق تدوس اللي انت كده وقف على عايزين بقى نروح على تمام بتنزل تحت شوية بتدوس على عشان نروح الخطوة اللي بعدها بص بقى شباب كل دولة زي ما احنا ذكرنا في شركة كل دولة تمام لها سعر بتاعها المقترح تمام هو كان مقترح علي دولار دلوقتي مقترح علي تمانية واربين سنت لو رجعنا للجنرال الدولار اللي كانت هنا بقت تمانية واربين سنت لو تلاحظوا لو انا انزلت بالسهم هيقول لك تنبيه انت كده لو انا بقى عليت هيفرح هيقول لك ده انت هتخل لك زيارات مية مية فطبعا كل الكلام ده بشي بنلعب فيه دلوقتي خلينا في الشرح بتاعنا هنا كده لازم كل حملة يا جماعة بدولة الوحدة يعني ما ينفعش انا هشتغل مسلا اكتر شغل على انجولا والكونو والكلام دوت ماشي هنا بيعمل بسيط كده تمام وبقول لي انت الالف زيارة كده بتلاتة سنت بس هنا مسمع اتنين وسيط لازم تضغط هنا كده اللي حصل رجع تلاتة سنت قال لك الالف زيارة المقترح للدولة دي تلاتة سنت بس طبعا الدولة دي بتديك فيها دستيرة تمانين سنت من ستين سنت لدولار واحيانا بتبقى دولار وربع دولار ونص لو جودت زياراتك نظيفة فانت ما تروحش تجيب له زيارات تعبانة هتعلي العائد لتلاتين سنت واربعين سنت عشان يتقول لك انت كده هيتخل لك كمية زيارات في اليوم كويسة ما تختارش بقى دولة تانية زي ما اتفقنا كل دولة كل حملة بدولة واحدة لان في دولة مثلا دي مقترحة تلاتة سنت وفي دولة تانية مقترحة دولار فهتحط الاتنين مع بعض التلاتة سنت دي لما تلاقي انت بتدفع لها دولار هتاكل منك الحملة كلها والبجيت كله تمام فكل حملة لوحدها بالسعر المقترح بتاعها هنا ما بتلعبش فيه ما بتلعبش فيه برضو بقى اهم حاجة الايام دي اعلى من الموبايل فبنيجي نختار هو كمان اي حاجة بيقول بتاعها هيعمل اقتراح هنا بقول لك السعر المقترح لها برضو لو جينا نعمل تلاتة سنت احنا برضو هنعلي بتاعنا عشان يدينا جودة كويسة فبالتالي نلاقي عائد كويس في عاد ستيرا بتنزل تحت شوية بقول لك هنا بقى لو ستاقى فاضية هو كده بيعلم على كله او انت بتيجيت يعني هو مختار اصلا اشهر المتصفحات اللي بتديه لك عائد فانت بتيجي تعمل وهنا كده بتسيب ومتلعبش حاجة طيب ده احنا اتفقنا ان هو فاضي اه هنا كده لو انت عايز تلعب بقى على يعني انت اختارت فبيجيب لك عنظمة التشغيل تمام انت عايز تختار ايه تختار الويندوز وبتختار اللينيكس اللي هي اجهزة الديسكتوب تختارش حاجة تاني تعلم على اي حاجة كده عشان ايه تطلع برا والكلام ده كله ما بتلعبش فيه بتنزل تحت خالص وبتدوس على هنا كده اللي هو ما بتلعبش فيه تمام وبتدوس على هنا كده بقول لك انت ليك عايز الليمت ده يبقى فلوس ولا الليمت ده يبقى زيارات لو فلوس بيقول لك انت عايز الحملة تصرف كام كل ساعة او تصرف كام كل يوم او تصرف كام كلها الحملة كلها طيب الحملة دي كلها انا بقدرها بتلاتين دولار ومش عايزها تصرف اكتر من كده فبكتب هنا تلاتين دولار اللي هي طب لو انا عايزها تصرف في اليوم تلاتين دولار بكتب هنا في اليوم تلاتين دولار طب لو في الساعة عايزها تصرف تلاتين بكتب في الساعة وهي كده يا شباب قافل بقى دي كده بسيبها ايه يعني بسيبها مفتوحة عشان ما يحجب ليش الدنيا لو انا عايزها بالزيارات بقى باقي اختار لو انا عايز الحملة دي تجيب لي في الساعة الف زيارة بكتب هنا الف او في اليوم الف زيارة بكتب هنا الف او قوة الحملة كلها الف زيارة. بكتب هنا الف. تمام? ولكن انا بفضل اسيبها لا ولا ماني. باسيبها فاضية كلها. اهم حاجة واهم خطوة في هنا اون وفي اوف. انا بعلم على اون وبكتب مسلا انا عايز زيارة واحدة لكل كمبيوتر او لكل اي بي. كل اربعة وعشرين ساعة. انا بيقول لك بالمينتز. يعني الساعة عندك ستين مينتز. انت بتحسب الستين في اربعة وعشرين ساعة بيدي لك الف ربعمية واربعين. تمام? بتكتب الف ربعمية واربعين هنا. يعني زيارة واحدة لكل شخص. الف ربعمية واربعين. يعني الشخص اللي دخل الاعلان بتاعي ما ينفعش يدخل تاني. وبكده تبقى الزيارة فريدة فالعائد هيبقى عالي جدا معايا. رب تكون لعد دنيا ايه شغالة. اصلا في حد علق لي قبل كده. اللي انت عايز الحملة تجيب لك زيارة واحدة. كل اربعة وعشرين ساعة. انت كده على بالم تجيب الف زيارة هتقعد الف يوم. هو مش فاهم. تفاهمني ازاي? فقولت له ردت عليه. يعني هو اخ جميل وصديق عزيز برضو. صلاة ما معانا في القناة. هو انا بقول له الجهاز اللي دخل عندي يعني انا مسلا جبت الف واحد. الالف دول كلهم دخلوا عندي النهاردة. فالالف واحد دول ما ينفعش يدخلوا تاني على الحملة بتاعتي النهاردة. ممكن يدخلوا بكرة او بعده. ممكن يدخل لي مليون واحد. ممكن يدخل لي مليون واحد مختلفين عن بعض. ومن جنسيات مختلفة. فالمليون واحد اللي دخل على الاعلان بتاعي دول ما ينفعش يدخلوا تاني في نفس اليوم. فكل واحد فيهم له زيارة واحدة على الاعلان بتاعي كل اربعة وعشرين ساعة. هنا اهم حاجة بقولك انت عايز يعني عاي عدد زيارات في الديقة ماشي ولا خمسين الف ولا ميت الف. طبعا الارقام دي كلها مش هتجيبها اساسا في الحملة بتاعتك. في الديقة يعني. ولكن انا بسيبها زي ما هي. وبنزل تحت شوية بدوس هنا هيديني اشعار بيقولك اه انت كده خلاص. وهنا اعتقد ان هي مش هتشتغل عشان لسه ما ضفتش الفلوس. لسه اصلا ان الله كنت عايزة عشان من يومين تلاتة. بس لقيت اه فانا عشان في ناس عملت يعني عايزة شركات وانا وعدتها يعني اه ولما سجلوا في الشركة هم مش فاهمين الشركة. فيعني ايه قريت ان انا اشرحها من غير ما اجربها. اللي هيجربها يعني هيجربها في نفس التوقيت. هنبقى متزمنين مع بعض. هنشحن بيه تلاتين دولار ونجربها. عايزين تستنوا ان هوا في كل نتائج. مفيش مشكلة. عايزين تبدأوا تشتغلوا على طول. توكلوا على الله. مفيش اي مشكلة. الشركة كويسة. واي شركة جديدة يا جماعة الايبهات بتاعتها بتبقى لسه جديدة. ودنياتها لسه جديدة. اه اعتقد ان هي هتبقى جودة زيارات عالية. اه اي شركة في الاول بتبقى عايزة تثبت نفسيها. بقاش في بروكسيات ما بتبقاش في بوتات الا ازا كانت عايزة تقع بقى وهي قصدها تقع فبتعمل كده. وده كنشرح الشركة سريعا. هنرجع للاتز كده نشوف توافع عليه ولا لأ. بسه والقامبين. اه نفس الديش بورد يا جماعة بصوا الديش بورد هنا. وهنا المصروف يعني. وهنا نفسك هنا يعني الحاملات والاكتف زيرو. البوزد بس حاملة واحدة هي اللي وقفة وعندي حاملة واحدة. هنا نفس الكلام بوزد حاملة وهنا وحاملة بندنج لسه اللي احنا عملينها. نفس القالب بالزبط على شركة دي له هو نفس شركة وبكده الحاملة اول ما بتوافع عليها آآ وبيقول لك لما تيجي هنا على القامبين. تمام? بتلاقي دي تمام? اللي بيتم. بترجع تاني على العرض بتاعك في وبتيجي على تعديل من هنا كده. ورابط اليوتيوب اللي هم دخلوا الحاملة ووفقوا عليها بيه. بتيجي هنا كده تاخد رابط وبتحطه في ولكن قبل اي حاجة لازم تيجي على وتتأكد ان الايروتك والجين بيلنج مقفولة. عشان ما يجيلكش اعلانات فيها حاجة حرام. تمام? ويبقى شغلك حلال. ولازم تقفل الخنتين دول. وتعتمد بس على الاعلانات التنبيه. اعلانات السوفتوير. الكلام دوت وبتدوس على اد. وبعد كده بتدوس على وبترجع تاني تحط له الرابط هنا كده. وبتدوس على سيف وبكده نكون شرحنا شركة اون كليك. اتمنى اكون في التوكو. كنت معكم سيد نعيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.